تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من top 5 البرنامج اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثها عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال و أفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها البرنامج اللي كلكم ستتعرفوا أنه ديمقراطي بحكي رأيي بtop 5 و بعدين أنتو بتحكولي رأيكم شو التوب 5 تبعكم ولو في مركز في كورت القدم العرب دائما كانوا قادرين يصدروا في أسماء تخلينا نعتقد أنهم بقدروا يلعبوا بأي فريق في أوروبا أو بفرق كويسي في أوروبا فهو بالتأكيد مركز حراسة المرمى اللي هو من أوائل المراكز اللي العرب قدروا يبرزوا فيه قبل ما يصير عنا محرز وصلاح والنجوم عالميين في الكرة الأوروبية اليوم هنحكي عن توب 5 حراس عرب قدروا يحطوا اسمهم بالتاريخ في مكان معين لكن هذا حسب رأيي الشخصي فبيضل دائما بعد ما تسمعوا الحلقة والترتيب تقولوا لي رأيكم الشخصي بالترتيب أيضا واثناء مشاهدتكم الحلقة كالعادة تتركوا لايك لو أعجبتكم ولو ما أعجبتكم أيضا تتركوا لايك لأنكم أصحابي نبدأ مع الحارس الأوردني عامر شفية في رقم 5 معنا اليوم الحارس اللي كل الأوردنيين بيذكروا بالفترة الذهبية الصاعدة للكرة الأوردنية بعد أيام سنوات طويلة المنتخب الأوردني كان بس يشارك فجأة صار المنتخب الأوردني عنده مستوى في كأس آسيا ويخطير ويهدد فرق التوجت بكأس آسيا هذا المنتخب الأوردني في 2004 و2011 تقلق جدا وكان أساس التقلق 100% الحارس عامر شفيع صاحب 168 مبارا دولية اللي بحث كأس آسيا 2004 كان لازم يروح على أوروبا لكن حسب مصادر كثير مقربة من اللعب حاجز اللغة هو اللي منعه من ذلك الانتقاد لعب مع عدة أندي أوردنية لعب في مصر لعب في السعودية ثالث أكثر حارس مباريات دولية في تاريخ كرت القدم بعد لدعية وجاني لويجي بوفون عشان هيك بيدخل معنا القائمة مش عشاني وأنا أوردني وهو أيضا من الأصحاب الأرقام القياسية في المشاركة بكأس آسيا وهو الحارس الثاني اللي شارك في كأس آسيا أربع مرات وما في إلا حارس واحد شارك أكثر منه من قبل حارس أوزباكستان إنستيروف ننتقل لرقم أربع وهو حارس خاص بالنسبة إلي أنا شخصيا لأنه أنا صغير كان أول حارس عربي أفريقي عم بسمع عنه أنه متألق ومستوى عالمي أكيد عرفتوا عن مين بتكلم بتكلم عن بادوزاكي من أوائل العرب اللي لعبوا في أوروبا بادوزاكي لعب مع ريال مايوركا في إسبانيا ست سنوات وفي موسم ستة وثمانين سبعة وثمانين حسب إحدى الجوائز فاز بأفضل لعب أجنب في الدوري كله وأيضا تم ترشيحهم لعدة جوائز مختلفة في إسبانيا خلال ست مواسم ليكون أفضل حارس في الدوري بادوزاكي كان من الجيل الذهب المغربي اللي شارك في منذيال ستة وثمانين وليحقق أول إنجاز عربي وأفريقي بالصعود للتوري الثاني والخسارة الشهيرة أمام ألمانيا بركل حرة مباشرة يعني بعد معاناة بير لألمانيا بادوزاكي كان دائما يتم اختياره ضمن أفضل حراس أفريقيا وقبل فترة في حساب كأس العالم اللي تابع لفيفا على تويتر عملوا تصويت لأفضل حارس أفريقيا عبر التاريخ فجمهور صوت لبادوزاكي حارس وصل لنهائي كأس ملك إسبانيا مرة واحدة مع مايوركا حارس لما تقرأ بالإسبانيا عن حراس أفارقة مروا عليهم دائما بيكون اسم بادوزاكي ضد طليعة الناس ما رح تنسى حارس متألق مثل جيل ذهبي بيستاهل الوجود معنا في قائمتنا اليوم بالتوب 5 ننتقل لرقم 3 تكون حارس شيء وتكون حارس عربي مميز شيء وتكون حارس عربي مميز تروح على البريمير ليغ وتلفت الانتباه هناك في دوري أي نادي فيه تقريبا بيقدر يشتري أي حارس بالديام من الحراس الجيدين في العالم نتكلم عنه علي الحبسي لما تكون لاعب خليجي وتروح على الدور الإنجليزي بتزيد أكثر وأكثر إعجاب الناس فيك وبقدرتك وبجرؤتك إنك تاخد خطوة غير تقليدية اللاعب اللي بدأ في الدور العماني ثم ذهب إلى النيرويج ثم إجته فرصة مع بولتون في الدور الإنجليزي وما ضيحها ومن هناك بدأ مسيرته كلاعب معروف في الدور الإنجليزي في البريمير ليغ في أشهر دوري في العالم مثل ويغان آتلتوك ومثل ريدنج خلال هذه الفترة وفاز مع ويغان بكأس الاتحاد الإنجليزي 2013 رغم أنه ما كان الأساسي في تلك المباراة كما أنه أصبح أول حارس عربي بيحمل شارة القيادة في البريمير ليغ لما حمل شارة قيادة ريدنج 2016 جمهور ويغان اختاروا كأفضل لاعب في ويغان أفضل لاعب مش حارس في موسم 2010 و2011 وفاز بنفس الجائزة مع ريدنج مرتين لعب ثلاثة نهائي كأس الخليج وفاز في واحدة منهم ب2009 وفي تلك البطول اللي فاز فيها ما تلقى أي هدف أفضل حارس في كأس الخليج خمس مرات 155 مباراة مع ويغان 91 مع ريدنج أرقام كبيرة جدا في دوري صعب جدا في بطولة صعبة جدا بتخلينا نحكي على الحبسة بالتأكيد من الحراس العرب اللي دقوا باب التاريخ بطريقتهم وأثناء كلامي راح تلاحظوا أني بتكلمش عن حراس ناشطين الآن يعني بتكلمش عن ياسين بونو مثلا بتكلم عن حراس خلصوا مسيرتهم خلينا ننتقل لرقم اثنين ننتقل لظاهرة الأرض محمد لدعية الحارس السعودي اللي صعب جدا ينسى أي مشاهد عربي لأنه ارتبط في ذاكرتنا بتصدياته بردود فعله الرهيبة جدا لما يكون في تزديدات خطيرة على مرما منتكلم عن أكثر حارس في العالم مشاركات دولية عن الرجل اللي توج في كأس آسيا 96 ولعب ثلاثمائيات آسيوية منتكلم عن حارس فاز مرتين بأفضل حارس في كأس أمم آسيا منتكلم عن حارس أساسي وجزء مهم جدا بتتويج السعودية بلقب كأس آسيا 96 منذ بدايته كان عم بفوز بكأس العالم للناشئين مع السعودية واختاروا اتحاد تغرير خلال إحصاء عام 1999 بصفته حارس القرن في آسيا ما بين 1900 ل 1999 اللي دعياء محمد لدعياء من الأسماء اللي صعب جدا تذكر حراس عرب بدون ما تذكر وجوده بكأس العالم بدون ما تذكر كثرة مشاركاته في البطولات بدون ما تذكر أنه كان دائما رمز في الهلال رمز في المنتخب لسنوات طويلة نختم مع رقم واحد تسمع في غنية كل ما تكبر تحلى لكاظم السهر هذه الغنية زابطة تماما على عصام الحضري أكبر حارس في تاريخ كأس العالم وهذا لوحده دخول بالتاريخ من أوسع أبوابه كان عمره 45 سنة 161 يوم وما اكتفى بذلك لما نزل ألعب ضد شقيقه السعودي في كأس العالم عمل رقم قياسي أصعب من هذا الرقم عمل أنه تصدر ركل الجزاء للسعودية فأصبح أكبر حارس في تاريخ كرة القدم يتصدر ركل الجزاء في كأس العالم فالحضري طلع برقمين قياسيا مش في واحد في مباراة واحدة ثمن ألقاب دور مصر أربع كؤوس مصر ثلاث دور أبطال أفريقيا مع الفرق الأمدي المصري اللي مثلها لكن الحضري مش هنا قوته كانت قوته بثلاث أمم أفريقيا كان هو جزء أساسي من التتويج فيها وفاز برابعة لكن ما كان الحارس الأساسي في وقتها وهو أيضا الحارس اللي ساعد مصر توصل نهاي أمم أفريقيا 2017 الحضري ما إجا لقبه السد العالي من فراغ الحضري الجميع بذكر له مباراته مع إيطاليا الشهيرة في كأس القرار واللي خلت لجازتة ديلوسبورت تعطيه تقييم عشرة من عشرة وهو تقييم نادر جدا ياخد لاعب من تلك الصحيفة لكن الحضري أبهرهم ضد بلدهم ضد منتخبهم وفاز بتلك الجائزة برجع أذكر أني ما بتكلم عن الحراس لسه نشطين وشباب بتكلمت عن الحراس معتزلين معظمهم ومخضرمين ولكن نوصل هون لنهاية الحلقة وبذكر أنه من حراسنا العرب كثير مروا كثير إجوا أبهروا وتركوا بصمة لأنه دائما كانت الحراسة العربية من أول المراكز اللي تقلقتوا لفتة الانتباه وبالتأكيد بالتالي الخمسة ما بكفوا إلا أكوني نسيت وعشان هيك أنتم موجودين عشان تذكروني وبطريقكم أنتم تذكروني بالتعليق بتعملوا لايك وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى